أولاً هذا بلى أنا أتمنى من الله عز وجل أن يرفعه عن دولة الكويت والشعب الكويتي وسائر بلاد المسلمين أجمعين طبعاً السجن المركزي إحنا كسجناء معزولين يعني وطبعاً فيه إجراءات بس إجراءات مش إجراءات المشددة في أصحاب المطاعم أنا أتمنى وهذه رسالة للأخ اللي هو فراج الزعبي أن يشد خاصة في هذه الأيام بالفحص يعني هو فيه فحص بس تكون أقوى خطوة أقوى للحفاظ على أرواح السجناء والحمد لله يعني السجن ما فيه يعني شوف حنا عندنا في دولة الكويت لما يصر الحكم يكون فيه مع الشغل والنفاذ إحنا عندنا نفاذ ما عندنا الشغل يعني ما فيه شغل وتقوم الصبح بدري وتشتغل لا لا وهذه نعمة لا لا مثل في مصر تكسير وحفر لا لا الحمد لله هذه طبعا تحسب هم تحسب لدولة الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر